الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جراناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية مواصلة الهيئة العربية للتصنيع العمل لتلبية متطلبات خطة تنمية مستدامة للدولة وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا الحديثة في مصر ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي معلواء مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات المدنية والعسكرية حيث طلع رئيس السيسي على استراتيجية تطوير الهيئة خاصة ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجيا لمصانعها وتحديث خطوط الانتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الانتاجية والدقة العالية وكذلك تمام بالبحث الفنية لا سيما من خلال أكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي تلك بالإضافة إلى تعزيز تعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من السائحين بمطار طابة خلال مغادرته عائدا للقاهرة ووجه مدبولي تحية للسائحين مؤكدين ترحيبه بهم في مصر التي تتمتع بعدد كبير من المزارات مشيرا إلى أن الحكومة تعمل دوما على تطوير المزارات السياحية بصورة مستمرة وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد التقى بعدد من المستثمرين بقطعية طابة ونويبع في ختم جولته بمحافظة جنوب سيناء وخلال اللقاء أكد مدبولي أن زيارته جاءت بهدف الوقوف على ما يتم في قطاع السياحة الذي يحظى بهتمام بالغ من الدولة وأشار إلى أن الجهد الذي تقوم بها الدولة كبير في مختلف القطاعات وأن توجهها خلال الفترة القادمة يقوم على مضعفة حجم العمل في هذه المنطقة وأضف رئيس مجلس الوزراء أن دولة سندت قطاع السياحة لفترات طويلة لكونه واجه صعوبات كبيرة كما قدمت له حوافز كثيرة حتى بدأ في التعافي استقبل وزير الخارجية سمح شكري ووزير خارجية إسرائيل إلي كوهن على همش مشاركة الوزيرين في أعمال جمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وذكرت وزارة الخارجية في بيانا أن الوزيرين بحثا عددا من الملفات المرتبطة بالعلاقة الثنائية وأوجه التعاون القائمة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة وأضف البيانان المناقشات تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أكد شكري أن السلام الشامل والعدل هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الرخاء والاستقرار وتعايش السلمية في المنطقة وأنه يتأسس على استعادة الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعصمتها القدسة الشرقية عقد وزير الخارجية سمح شكري لقاء مع وزير خارجية مالي عبدالله ديوب بمقر الأمم المتحدة على هامجي مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 الجمعية العامة بمدينة نيويورك وذكرت الخارجية في بيان أن اللقاء تناول مجمل مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة غرب أفريقيا وتصاعد أعمال العنفة واتساع رقعت أنشطة الجامعات الإرهابية بمنطقتين ساحل وحود بحيرة تشاد وحرص شكري على تعرفي على رؤية مالي بشأن تطورات الأوضاع في النيجر كما أكد على موقف مصر الداعي لسرعة حل الأزمة وأهمية التمسك بالحوار لدفع سبول التسوية السلمية بشكل يضمن الحفاظ على استقرار وسيادة النيجر أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أولى دبابات أبرامز أموان الأمريكية ستصل أوكرانيا في الأسبوع المقبل وذلك لتعزيز قدرات كياذ في التصدي للقوات الروسية وكانت واشنطن تعهدت بتسليم أوكرانيا 31 دبابة في مطلع العام في إطار تعهد بمساعدة عسكرية بأكثر من 43 مليار دولار وقال بايدن خلال لقائه نظير الأوكراني فلودميرز ناسكي في البيت الأبيض أنه وافق على الشريحة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والتي قدرها البنتاجون ب325 مليون دولار وتشمل شريحة المساعدات صواريخ للدفاع الجوي وذخيرة لمنظومات هاميرس الصاروخية وأسلحة مضادة للدبابات وطلقات مدفعية صدق مجلس الشيخ الأمريكي على تعيين قائد جديد للجيش وآخر لمشاه البحرية بعدما عرقل إقرار هذين تعيينين طوال أشهر سنتور جمهورية صدق المجلس على تعيين جنرال راندي جورج قائدا للجيش وصوت 96 عضوا لصالح هذا التعيين وعرضه عضو واحد كما صدق المجلس على تعيين الجنرال أريك سمات قائدا لمشاه البحرية بتأييد 96 عضوا من دون أي صوت معارض وكان المجلس قد صدق مساء الأربعاء على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيسا جديدا لهيئة أركان اليوش الأمريكي المشتركة